موسيقى 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 يا أعلم بحباتكم مرة أخرى طيب تجون روح للأهل شوية لأهلو سانداونز كان نتيجة مفاجأة مفاجأة بكل المقاييس مش بس عشان الخسارة عشان هاي دي مش النسخة الأفضل لسانداونز إنه الأهل ماشي بشكل كويس بشكل هاي حتى مبارات الهلال اللي مقدمش فيها مستوجي بس التعادل كان عادي في السودان بتالت العالم حمل لقم مرتين ينزل يخسر على أرضه في مواجهة انت اللي قد تمسيطر تقريبا فيها بشكل كبير أنا بشوف إن الأهلي فقط تلات نقاط مهمين جدا على ملعبه بعد فقدان نقطتين خارج ملعبه مهمين برضو مهمين جدا طبعا أنا شايف تتعادل مع الهلم كانش تتعادل من مفوض يحسن صح بعد ما خسر من سانداونز الناس بقى رجعت فكرت النقطتين اللي خسرناهم برا دول كانوا مهمين جدا لكن الأهلي عنده مشاكل فنية في الملعب كتير عنده مشاكل فنية موسيماني يشير مشاكل فنية وأنا بحس إن موسيماني مع الأهلي هو كريم لو ما عملش كل حاجة 100% صح اللعيبة مش بتسنده يعني بلغة الكرة كده مش بتقدر إن هي تكسبه تلات نقاط في الدقائق الحسمة الأهلي من ساعة ما بدأ يلعب بالتلاتة ابتدى بعنده قوة هجومية ضربة ابتدى يأمن دفعاته بشكل كبير لكن نيجي عند قطعة محمد عبد المنعم قطعة محمد عبد المنعم قدت بعض الأريحية المسيماني إن أنا كفاءة ألعب بتنين وراء أنا عندي مشاكل في الترحيل علشان بلعب بتنين وراء فأنا مش عارف أرحل على أربعة فلعبت عشان أرحل على خمسة فحطيت حمدي فتحي قطعة رجعتها وبرحل على خمسة فالدنيا بايت أدية الدنيا بايت أسهل دفعي لكن أنا جالي حسن مدافع تقريبا في أفريقيا في بطولة أفريقيا ومحطوط في التشكيل طب ما رحل تاني على أربعة واستفيد بحمدي فتحي ده قدام شهية ده كله عمل مشاكل بقى لأن التلاتة اللي بيلعبوا مع بعض في نص الملعب حمدي عمر السولية ديانج إذا أنت جيت فكرت فيهم هو البروفايل بتاعهم أقرب للنعيب نمر 6 من اللعيب نمر 10 فهو أدوارهم أغلبيتهم متشابهة في حين أنت مقعد برا اللعيب اللي ممكن يعمل لك الوصلة أو يعمل لك اللينك اللي هو قفشة في حين أن أحمد عبدالقادر دون جريد دي برضو من ضمن الحاجات اللي أنا دايما كنت بتكلم فيها إن لو مسميني أنتوا يا جماعة بتشايلوا مسؤولية بعض المباريات لأ تعالوا شايلوا بقى البودلة شوية يعني الناس دي المفترض لما بتاخدوا الفرصة يعني خلاص بقى أنت جايلك فرصة لازم تستغلها يعني معلش أنت بتنافس برضو أسماء كلها مشا كويس يعني برسي تاو مثلا يعني لو أنت النهاردة الراجل مش موفق أو مصاب فنزلت طبيعي أنت بقى يعني تركب أنت فرصة مش هتجيلك كتير لأن الراجل كواليتي عالي جدا ما بيستغلهاش وفي تكة مليانة يعني بالضبط يعني أنت عندك حتى كمان الراجل ميكي السوني بتدى يقول اللي كانت الناس بتقول لا دا فردة نايمة وبتدى الراجل هو يتكلم فهيدخل منافس تقيل فأنا هنا بصراحة يعني بلوم كتير أوي طاهر والشاحات لأن حسين الشاحات بصراحة يعني من أكتر اللعيبة اللي شفتها بتاخد فرص في الأهلي يعني يمكن الكهرباء ما يخدش الفرص دي يعني أنا مش بقول إن الكهرباء قعارتوا غلط أو لا يعني بس أنا بقول إن حسين الشاحات خد فرص كتيرة أوي انه هو يبقى راجل على الأقل على الأقل موجود ورقة ربحة على الدكة ينزل يخلص مطشاط لكن فيه أوقات كتيرة جدا وحتى كمان في كاس العام الأندية حسين الشاحات ما كانش مقنع جدا بالنسبة بتعرف يقول لك إيه لا حسين الشاحات لو ينزل بيقدي يعني الكلام الجهاز الفني طائر بيقدي الأدوار اللي هو عايزها بس يسيدي حتى لو بيقدي الأدوار بيديها بيديها من 5-6-10 المفروض دور موجودين في الأهلي أصلا عشان ديه 8-9-10 والأهلي دفعك كم عشان يجيبك بالزبط دي برضو نقطة مهمة بقاله كم سنة كمان أمي وما قد لا أتكلم فيه بقاله فترة طويلة فعلا بياخد فرص والفرص دي مستمرة يعني مش بتقف يعني ما بيجيش فترة مثلا ونلاقي إن حسين الشاحات قعد فترة طويلة مثلا برا قيمة الأهلي زي ما حصل مع لعيبة تانين لا حسين الشاحات دايما بياخد فرص والحقيقة أن أنا أوقات كنت بلاقي حسين الشاحات بحس أن الراجل يعني ابتدى يركز أن الراجل ابتدى بالزبط جاي بس بلاقي بقى رجع خطوات تاني الورى فدي بصراحة يعني لو هيتلام فيها مش هيتلام فيها المدرب بقى هيتلام فيها اللعيب لأن أنت بتلعب في الأهلي فأنت فاهم كويس جدا النادي اللي أنت بتلعب فيه جماهريته فاهم كويس جدا معلش برضو يعني اللعب في الأهلي غير اللعب في أي نادي تاني يعني برضو أنت راجل بتاخد مستحقاتك كاملة بتاخد المستحقات اللي ترضيك بتاخدها في وقتها فالطبيعي أن أنت في المقابل أنت بتشتغل على نفسك كويس جدا وده لسه حتى كمان يعني وأنا جاي هنا في طريق دخلت في مقاش أن لعيب الكرة تحديدا محتاج يشتغل كل يوم هو مش موظف الموظف ممكن ياخد أجازة ويغيب لكن لعب الكرة تحديدا لأنه بيلعب ماتش كل ثلاثة أيام فمحتاج أنه يشتغل كل يوم لأنه لو ما اشتغلش هيجي في يوم هيحصل له ضرب اليوم ده الجمهور هيشتمه اليوم ماتش اللي بعده ممكن يشتغل كويس فالجمهور هيشيت بيه ويدي اللعبة إن الجمهور ملوش غير اللي شايفه في الملعب مش هيحبك علشان ماتش لقيته من شهرين تلاتة لا هو هيحبك علشان الماتش بالدليل محمد مجدي قفش ومحمد شريف محمد شريف طبعا إنه الجميل كمان متدقية من محمد شريف هداف أفرق و هداف مصر موسيماني تمسك بمحمد شريف دعمه بشكل جديد جدا بعد العودة من كسر المرسك اداله فرص ممكن أكتر كمان من الطبعية عشان يرجع تاني محمد شريف محمد شريف مرجعش محمد شريف عنده مشاكل زهنية ونفسية وفنية بقى يعني مش بس زهنية ونفسية مش عايز بقى طلع الموضوع اللي هو كيروش وكيروش ظلم الراجل وده لما طلع لا يا جماعة هاي الكرة مش كده بس الكرة كمان فنان في الملعب تعال نبص على الحالات بتاعت شريف بتاعت الناجي الأهلي هنشوف إن الأهلي كان عنده مشاكل شريف كان عنده مشاكل تلاتة أربع اللعبة كانت عندها مشاكل والجزء يرجع لموسيماني تعال نبدأ بأول حالة الأهلي يلاعب الموتش ده كريم أربعة ثلاثة ثلاثة اللي أربعة ثلاثة ثلاثة لكن لو تبص على اللي معاك كرة ده حمدي فتحي اللي جنبه عمر السلية أنا عايزك تركز على اللي متمركز ما بين اثنين لعبت سانداونس ده ديانج طب أنا لو بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة ده مش فورميشن اللي أربعة ثلاثة ثلاثة مدام أنا هسلم واحد بين الخطوط كان الأفضل إنه يبقفش تعال نكمل اللعبة طيلا عمر السلية استلم الكرة بعد عمر ما استلم بص ديانج دايما بين الخطوط بيستلم بين الخطوط عمر بيحطها له في الصورة اللي بعدها كويس ودي الكرة بتاعت ديانج اللي استلمها ورح عجون وشاطها أنا تقييمي هنا لإيه أنا بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة شاب عندي عايب ستة الثلاثة شبه بعض الثلاثة مش هيقدموني الدور كان كفاية قوي إنه ألعب بعمر وحمدي ورايح ديانج أو ديانج وحمدي ورايح عمر ويبقى أفشا موجود الصورة اللي بعدها ديانج بيلف وبيروح عجون وده التمركز اللي كنت حبيت أوضحه فكرة الأهل يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة لكن ننفذها بشكل خاطئ تعال نشوف اللي بعدها بص تمركز ديانج فين يا أمير بص يا كريم فين على قوسة 18 ده مش تمركز ديانج المعتاد تمركز ديانج المعتاد بيبقى وره شوية والمركز ده بيروح فيه محمد مجري أفش لكن أنا برضو عايز أركز على محمد شريف الممسوك من لعيب سانداونس جوه البوكس علي معلول مع الكورة بص اللقطة اللي بعدها محمد شريف هيبدأ يرجع بدل ما يقتم وياخد رانا كروزة فرونت ياخدها من قدام المدافع لا هو ابتدى يرجع وره في البلاين سايد إن الكورة مش هتوصله وحط نفسه زي سانداوتش ما بين اتنين مدافعين فأصعب منطقة ممكن الكورة تروح له فيها علي معلول بيعمل الكروس المفروض علي معلول بيعمل الكروس أنا بتحرك من قدام المدافع وبقطع بياخد من على قريبة زي عماد متعب لما كان بيعمله على طول وياخد من على قريبة لكن بص راح حط نفسه ما بين ثلاث لعيبة وحتى ما التحمش ولا عمل تكي اوف هو وطة أول ما الحارس طلع ياخد الكورة فدي مشاكل شريف الفنية تعال نشوف اللي بعدها في اللقطة دي بص محمد شريف ابتدأ عايز يتحرك ياخد هنا في المساحة هنا كانت غلطة من اللعيب إنه هو محطلوش الكورة في المساحة دي لكن بعدها لما قارن هو يلعب على عمر السلائف في الصورة اللي بعدها وياخد الداب الباص بص بقى شريف فضل متمركز في نفس مركزه ده مغيرش أي تحرك منه المفروض يسحب نفسه خطوتين تلاتة الورع عشان يبدأ إنه هو يفضل نفسه مساحة بص اللي بعدها محمد شريف دايما محطوط في قلب المدافعين الكورة هنا هتوصله منين يعني الكورة هنا لازم تخترج بقى كل الجدارات وتخترج أجسام اللعيبة علشان توصل للشريف المفروض شريف هنا ينزل يستلم في المساحة الفاضية اللي تحت كده على نقطة البانالتي علشان يقدر نوه يستلم الكورة حتى مدافع سانداوس بيبصله ويتأكد نوه في دهره خلاص الكورة أول ما تتلعب أنا حقدر أطلعها مفروض يتحرك هو من قدامه وشوف اللقطة اللي بعدها مقدرش طبعا اللعيب إنه هو يحطها لمحمد شريف شريف مستخبي وراء المدافعين فدي مشاكل فنية لشريف أنا مهاجم النادي الأهلي لازم بتحرك في الإيم بوساشن وبتحرك في الأوتوف بوساشن تعال اللي أطلع بعدها هتلاقي برضو ستيل نفس المشاكل ولكن دي مشكلة محمد شريف هنا تحرك فيها صح لكن علي معلوم كان قراره خط فأحيانا بتلوم اللعيبة لكن برضو لازم تلوم استراتيجية المدرب هنا حلوم الاستراتيجية في إيه وحلوم اللعيبة في إيه أنا حلوم الاستراتيجية في 3.5 الملعب بوس 3.5 الملعب وقفين إزاي يا كريم ديانج حمدي فاتحي عمر السولية ترسم ما بينهم خط ده مش تمركز لعيبة فين المساحة نمرأ عشرة اللي حتقف فيها فين قلب الملعب عشان ساكند بول بوس كمل الكرة دي بحيحصل فيها بوس علي معلول مع عبدالقادر حيوصل للخط شريف هنا بيتحرك صح وبيقدر أن هو يفضي نفسه علي معلول بيروحها خط وبيعملها بس بيعملها سيئة بص الصورة اللي بعدها هيصاري شريف تحرك بشكل كويس لو كان لعبها هنا كانت حتبقى تيبيكل من جون فيوتشر اللي الأهلي جابه في الإسبوع السابع في الدوري لما عبدالقادر لعب على الشريف والشريف حطاه لكن أنا عندي استفسار تاني هي المساحة دي كلها مين فيها المساحة دي كلها المفروض اللي يبقى فيها لعيب نمرأ عشرة أو لعيب نمرأ تمانية اللي بكمل ديانج حمدي وعمر السلية لو نرجع السورة اللي قبلها ثانية بس نرجع السورة اللي قبلها ديانج وقف هنا ديانج ما كملش مع الهجمة بص عليم قالول وقف هنا ديانج بيتمشى وورا حمدي فتحي بيتمشى وورا عمر السلية بيتمشى لا المفروض انتوا تكملوا في المنطقة دي تاخدوا الساكند بول أو تاخدوا الكرة المرتدة كمر الضغط اللي بعدها مش بتاعتهم فما كنش موجود ده مش مركزه هو ده مش دوره عشان كده بيلعب ثلاثة شبه بعض فاكر فاكر يا مروان ماتشي القالي والسامب السنة اللي فاتت كان بعد برضو برونزيكاس العامل انداء وقتها مين اللي هي في خط الوسط أكرم أكرم حمدي فتحي لا لا أكرم حمدي فتحي وي ديانج لعب الثلاثة نفس المشكلة بالزبط وتعاملت مع فيلر وكل مرة تتعامل تثبت فشلها لكن في لقطة برضو أخيرة فكرة الشريف هنا برضو هو قديله حق ان هو تحرك كويس كان علي معلول عملها في ايد المدافع بص في ايد الحارس المرمى بص بقى اللي بعدها دي المهمة جدا بالنسبة لي الكرة اللي بعدها ارتد لا نرجع اللي بعدها تاني اللي قبلها تاني معلش الكرة ارتدت من حارس المرمى كل المساحة دي ما كانش فيه حد ان هو ياخد الساكند بول المساحة دي دايما مين اللي بياخدها يا كريم أفشا أفشا دايما بيجي منه ده حتى مع المنتخب مع حسان البدري معكبس حسان البدري كان دايما بيجيب الجون من منطقة دي في المنطقة دي هو اللي سجل أهم هدف للأهلي في نهاية كاس أفرقيا من سنتين لكن المنطقة دي عشانا بلعب تلاتة الاستراتيجية بتاعيتهم هي هي عندي مشاكل كبيرة اللقطة اللي بعدها دفاعيا هات اللقطة اللقطة اخر اللقطة دفاعيا للنادي الأهلي ده هات اللقطة الجون المكلمك برضو بص تمركز ديانج تمركز عمر السلاي وحمدي فتحي عمل ازاي ده مش تمركز 4-3-3 بص اللي بعدها بسرعة الكرة بتتلعب وراء دهرهم هم مش مركزين في الخط اللي وراهم بص اللي بعدها فيش لعيب نمرة 6 حميلي المنطقة تدت الكرة تروح ياسر إبراهيم طلعها بشكل خاطئ عمر السلاي وحمدي فتحي واقفين مش بيتحركوا أول ما استلم لعيب سان داونس اللقطة اللي بعدها يبتدوا يحاولوا يتحركوا فان طبعا طلع الكرة لللعيب بس الصرافة دي 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 تكاسر رهيب يعني يعني احنا بنتكلم وتمركز غلط يعني احنا بنتكلم لأ مهي برضو لازم اللعب يبعنده أورنس بمركزه يعني انت بتتكلم عن عم علش يعني حمدي فتحي وديانجي اللي اتنين بيعتبروا أحسن رقم 6 في الدور المصري فانت النهاردة ماشي انت لما بتقول لي انهما ما عندهمش أورنس بحتة رقم 10 رأقول لك تمام كلامك مظبوط لكن دي فانت في الملأ انا عاي دي اه انا عاي سألك سؤال معلوماتي يالله بيم هم مسيمة لحد الوقت مجددش لئه بص احنا كنا تكلمنا في الموضوعات وقلتلك ان إدارة الاهلي لازم تقول للرجل بصراحة يا إما تكمل يا إما ما تكملش لو طلباته بالنسبة للأهلي شايف انها مبالغ فيها يبلغوا بس كده ببس ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتم معنا واشوفكم يا رب على البخير